هو الهم الاستشفائي والدوائي الشغل الشاغل للمواطنين أصبح خاضعاً للرقابة والمحاسبة أخيراً بعد رفع موازنة وزارة الصحة في موازنة 2024 اجتماع لجنة المال والموازنة أتى الاثنين للمسائلة عن الاعتمادات وصرفها وبالأرقام فقد رصد لبند دواء أكثر من 17 مليار ليرا لبنانية لم يحجز منها حتى الآن سوى 5 مليار تقريباً في معروس دالبند الاستشفاء أكثر من 21 مليار ليرا لبنانية أي ما يقارب الـ 240 مليون دولار لم يحجز منها حتى الآن سوى 14 مليار ليرا تقريباً بالرغم من حاجة المواطن إلى أموال التغطية هذه بين وزارة الصحة والمستشويات عرفنا أنه لحد هلأ بعد ما أنفق أكثر من نسبته يمكن 2 أو 3% من الاعتماد لأن المعاملات الإدارية أخذت وقت من شباط لـ 2024 لا هلأ تموز تخلصت المعاملات الإدارية للدواء وبالتالي بدأت من مبارح من 1-7 صارت قابلة للتنفيذ لذلك لازم المواطن يشعر بتحسن في كتير قلة ثقة بين المواطن والمستشفى وبذات الوقت بين المستشفى والوزارة هذا يريد أن يردم من خلال الموزنة التي عملناها على أن تلتزم المستشفيات كمان بإدخال المريض وقبول المريض كان عن أكد أن المساءلة الثانية ستكون في أيلول المقبل وعلى أساس التقييم سيتم تخصيص الاعتمادات وصرفها في موازنة 2025 من هلأ ورايح بنا نشوف هالمناقصة التي خلصت والتي يريد أن تتنفس بدءا من مبارح كيف بدأت تحسن الوضع؟ المناقصات التي تجي من بعدها كيف تحسن الوضع؟ على أساس أننا نستعدين أن نعطي أولوية كاملة للصحة المستشفيات بدورها نوهت بدور لجنة المال مؤكدة أن الأوضاع ستتحسن على المريض تدريجيا سيما بعد تحصيل الأموال المطلوبة موارد خلينا نقول لا بأس بها لا حتى يسددوا فوتير المستشفيات ولكن هذا ما بيمنع أنه رح يطلع على المريض فرقات يعني المريض يريد أن يساهم إذا كان عمره تحت الـ 64 سنة بـ 35% من قيمة الفاتورة وإذا فوق الـ 64 سنة 25% من قيمة الفاتورة موازنة وزارة الصحة هي أقل من نصف ما كانت عليه قبل الأزمة من عكسها واقعا صحيا واستشفائيا سيئا لسنوات والجهود اليوم تنصب لتأمين اعتمادات تكون قادرة على تأمين تغطية صحية شاملة لكل من يحتاجها مع الأغذي في الاعتبار مراقبة كيفية صرف الأموال وترشيد استخدامها مراقبة كيفية صحية شاملة